بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مشاهدي كرام مشاهدي قناة كربل الفضائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معنا من جديد وبرنامج حياته المصطفين البرنامج الأسبوعي المباشر الذي يأتيكم من مدينة النجف الأشرف برفقة الضيف الدائم للبرنامج الأستاذ عباس ألوها بالشمر حياكم أستاذ عباس حياة الله يزين بالله يحفظ أهلا ومرحبا بكم مشاهدي كرام هذه الحلقة تكمل الحلقات الماضية في مبحث الإمامة في القرآن في الحلقة السابقة تناولنا آية الولاية كمدخل لموضوع الإمامة نقرأ الآية المباركة وأيضا لدينا محاور جديدة غير التي طرحت في الحلقة الماضية بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون طيب أستاذ عباس نحن نتحدث عن قضية الولاية وهذا الأمر فرع الإمامة نعم حسب الواقع الذي نعلمه من جميع المسلمين لا يوجد هناك أحد يرفض موضوع الإمامة بمعنى لا يوجد أحد يقول أن الأمر الديني ممكن أن يكون من دون إمام والدليل أن الآخر أهل السنة وجماعة أيضا يتحدثون عن إمامة الخلفاء الخليفة الأول والثاني والثالث ولكن نحن نقول أن الإمامة منحصرة في أهل البيت وبالتحديد وبداية من الإمام أمير المؤمنى علي السلام طيب لو أحد جاء وطرح سؤال أين الاختلاف نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيب والطهرين نعم هو لا بد للناس من أمير يعني لا بد للناس وهذه قضية فطرية لا بد للناس من إمام يقودهم على وفق المنهج الذي يريدون الوصول إليه ولو من الناحية النظرية الاختلاف أين يقوم بالنسبة لاختلاف الشيعة عن غيرهم طيب أنهم يؤمنون بالإمامة بنص من الله موضوع النص يعني موضوع التعين يعني لا يقولون بالإمامة أنها يمكن أن تتعين من خلال اجتهادات الناس اقتراحاتهم تراضيهم فيما بينهم وهذه القضية الجوهرية يعني تجعل الإمامة ذات سمات مختلفة لأنه إذا قبلت أن تكون الإمامة باقتراح منك أو بتفاهمات بين الناس هذا يعني بأنه الإمام قابل لأن يخطأ كما أنك ممكن أن تعين غير الفاضل أو تعين شخصا غير كفو كل هذه ممكن أن تحدث وبالتالي أنت قاسر والذي تعينه أو تختاره ممكن أن يكون أيضا يخطئ ويصيب وفي هذه الحالة تنتفي قضية العصمة في تطبيق شريعة السماء فإذن لها لوازن يعني ليس فقط التعين من الله الذين يقولون بأنه تنصيب من الله لماذا لا يكون تنصيب من غير الله لأن الله تبارك وتعالى هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إذن علم الله يعني صفات الله الحسنى ستدخل كمعيار لفهم خصائص من يختاره الله يعني إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يختار شخصا غير كفو نقول أين الحكمة الإلهية أين علم الله تبارك وتعالى عندما يختار شخص وفي الناس من هو أفضل منه لأداء هذا الدور فإذن المدار كله بالنتيجة النهائية سيختلف بمعنى من المعاني أن الذين يقولون بأن الإمامة لا بد أن تكون تعيينا من الله على شخص بعينهم هم يقولون بأنهم شكرا ل незارتنى لڭكم يتعين وينتهي الأمر إذا عين الله أحد فمعناها الله تبارك وتعالى اتصاله بهذا الكائن الذي عينه عبر الوحي عبر القنوات التي تتصب بها السماء بالعباد يكون لديه علما لدنيا فكل الأمور ستختلف الذين يقولون بأنه لعم نحن نريد الإمامة لكنها الإمامة هنا ستدخل الإمامة في معترك له علاقة بالمصالح الخاصة له علاقة بالنزعات بالرغبات بالتباينات الموجودة عدة الناس حتى بالأمراض النفسية يعني شخص من الناس هو لديه شغف بالسلطة مريض نفسي لأنه بالنتيجة السلطة لو رجعت إليها على المفهوم العقلي إذا جردتها عن الرغبات الخاصة المرتبطة بالمصالح الدنيوية وما إلى ذلك لا القيمة لها يعني هي ثقل وتعب على صاحب السلطة إلا أن يريد من خلالها بأنه يظهر الأناء يظهر بأنه هو مطاع فضمن هذه المعايير ستكون التوجهات التي تخالف أن الإمامة تكون بنص من الله تبارك وتعالى قد فتحت الباب على مسرعه للولوج في التناحرات والاختلافات وصراع المصالح بحيث أي أحد مثلا يدافع مثلا عن السلطان مو باعتبار أنه هذا السلطان لأنه مولد أن يدافع عن الحق وهذه المعاني لأنه الحق بالنتيجة إذا لم يعينه الله يتحول إلى قضية نسبية يعني وجهة نظر أنا أرى بأنه هذا حق وأنت ترى هذا حق الشيعة الإمامية عندما يقولون بأنه بنص من الله حصروا قضية نسبية في الحق حصول الخطأ غير وارد لأنه هو إذا آمن بهذه الفكرة آمن بأنه التعين من الله طيب فإذن الحقيقة أصبحت تدور مدار المتعين لذلك الحادث عن رسول الله من أنه الحق مع علي يدور معه حيث لماذا يكون الحق مع علي لأنه معين من الله فأنت إذا أردت الحق أنت تتحول الحق مونسبي ضمن هذا المنهج يكون الحق مونسبي طبعا إذا خرجت من هذا المنهج وأردت أن تعالج القضايا على وفق ما ترى قطعا النسبية هي السلة التي ستكون معيارا لأنه ما الذي يلزمني أنا أن أتبعك أو أطيعك وأنا لدي وجهة نظر مختلفة وما الذي يجعلك تحاول إقصائي أو الاقتصاص مني بحجة أنني أخالفك أنت أيضا عندما تعتقد بأنه هذا هو الحق فهو الحق نسبي لا يكون بحوزتك الحق يعني الدليل مفقود المشروعية مفقودة نعم ستق ممكن البعض وهذه مباحث يعني أجدها في هذه الأيام يعني منتشرة حتى بين في الوسط الشيعي من أنه يبحثون عن المشروعية ويحاولون أن يعطوها إلى الناس يعني يحاولون تعزيز منهج السقيفة ويحاولون أن يسلبوا المشروعية من أن تكون بيد الله تبارك أو تعالى أو لنعبر تعبير آخر يقولون بأنه الله تركه الأمر للناس فأصبحت المشروعية ناتجة عن الترك وهنا تنحي الترك هنا مجازفة فيه لأنه تنحي عن صفة الربوبية كيف يكون تنحي لأن الله تبارك أو تعالى إذا ترك لعباده أن يختاروا كما يريدون مع أنه هو الأعلم والأقدر على اختيار الأصلح هذا التنحي معناها المشروعية فعلا أصبحت بيد الناس فلن يستطيع أن يحاسبهم وبالتالي اختل مقام الربوبية أن الله يوصل العباد إلى كمالهم يوصل العباد إلى طريق الصواب يعني الله تبارك وتعالى عندما أرسل رسوله علّل هذا الإرسال بأنه ليخرجكم من الظلمات إلى النور الإخراج من الظلمات إلى النور هنا مطلق يعني لا يمكن أن تخرجني من الظلمات إلى النور على المستوى النظري مثلا فيما يرتبط بصفات الباري بالوحدانية مثلا وأقر بالرسالة للرسول وأقر بأنه هذا الدين من الله ثم بعد ذلك تتحول القضية إلى تطبيقات اجتهادية ظنية على وفق ما أراه من مصلحة ولا يوجد تدخل في هذه الحالة الواقع العملي اختلف الواقع العملي أصبح بالنسبة لي أنا أعاني أنا أعاني من الظلم والله كان بيده أن يمنع الظلم مو منعا قهريا بالإشارة إلى الطريق الذي يكون فيه الحق بعد ذلك الناس إذا اختاروا غير طريق الحق وسلكوا طريق الباطل مو معناها أنه أصبح لطريق الباطل مشروعية لأن الله لم يعاقبهم مباشرة وما إلى ذلك لا الله أنار الطريق وبيّنه فأصبح مقاما ربوبية ظاهرا ومتجليا تجليا تاما لكن في نفس الوقت أن الناس الله تبارك وتعالى جعلهم مختارين ممتحنين في أن يكونوا مع الطريق الذي يرسمه الله أم لا وإذا أصبحوا في الطريق الذي رسمه الله فقد فازوا وإذا سلكوا الطريق الذي نهاهم الله تبارك وتعالى فقد خسروا هنا إذا دخلوا في طريق الخسران مو معنى أصبح طريق الخسران لديه مشروعي لا وهذه فكرة يعني غريبة وممكن أن تجدوها ضمن هذه العناوين بأنه إمامة أهل البيت ليست إمامة سياسية يعني إمامة أهل البيت إمامة دينية فمعناها ماذا يقصدون بأنه إمامة دينية يعني الله ما عينهم قادة للمجتمع وإنما المجتمع إذا أراد أن يتبعهم ويختارهم كقادة فبها إذا ما أراد فهم أصلا الله تبارك وتعالى لم يعينهم في هذا المقام هذه مغالطات كبيرة جدا ومغالطات غاية في الخطورة ومغالطات أيضا نتجت عن محاولة التوفيق أو تلفيق القضايا التي يجدونها الآن في أدبيات السياسية على واقع تاريخي معين فيقول لك مثلا أن الإمام لو يدري بأنه هو إمام السياسي لماذا لم يقم مثلا بكذا لماذا لم يدعي كذا لا ليس بهذا الشكل الله تبارك وتعالى عين على لسان رسوله بأن الولاية لأمير المؤمنين من بعده وهذا المعنى ينقل كل ما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله من صلاحيات من وجوب اتباع من أن تحتكم إليه فيدخل في ضمنها كل المعايير وكأنما الرسول الأكرم أراد أن يحافظ على الواقع الذي وصلت إليه الأمة من خلال ما قام به رسول الله من دعوة إلى الله لأنه الرسول في المجتمع المدينة مثلا في مجتمع المدينة هو على رأس السلطة والرسول كان تجبى له الأموال سواء بعنوان الخمس بعنوان الزكاة وكان يعطي ويوزع ويحث الناس على الدفاع فإذا عندنا منظومة نعم في ذلك الوقت لا توجد عندنا أدبيات الدول كما الآن يعني رسم الحدود وما إليها يعني توجد اتفاقات ضمنية ممكن لكن الرسول مارس كل الصلاحيات المرتبطة مثلا بالمفهوم الآن للدولة بأنه عندك أموال تجبى عندك أناس أنت بالنسبة إليك تجعلهم يعني يدافعون عن هذا الكيان الموجود عندك محاكم عندك قضاء كل مفاصل الدولة موجودة كانت ولكن التسمية الآن تختلف بعنوان وزارات ودوار وما إلى ذلك ولكن مفاصل الدولة موجودة كانت فإذن عندما يقول الرسول يوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم ما أن تمسكتم به ما لن تظلوا بعدي أبدا وعندما يرفع يد أمير المؤمنين في محفل يضم عشرات الآلاف من الناس يعني يضم جميع المسلمين تقريبا ويعلن البيع لأمير المؤمنين ثم يقول ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم يقول ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه ويأتي أحد الآن ليحاول أن يعزل السلطة السياسية عن من عينهم الله تبارك وتعالى خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وعليه أولياء بذات ولاية رسول الله من بعده هنا مغالطة كبيرة هذا المفهوم عندهم من أين أتت يعني هذه القضية قضية فصل الدين عن السياسة من سنين طوال نسمع هذه القضية فصل الدين عن السياسة فصل الدين عن الدولة وما إلى ذلك وإن النظرية موجودة وثابتة عندهم من أين أتت هذه القضية أحيانا تكون هذه القضية فصل الدين عن الدولة هذه قضية ضرورية عندما يغيب المعصوم يعني نحن نعيش أسر الغيبة لكن المشكلة هم لا يعالجون الفكرة على عصر الغيبة خوشيعة أول من طرح هذه القضية بعد غيبة المعارضة بعد دخول في الغيبة القبرى كيف تدار الشأن اللي أولا لا بد أن ننتبه أنه عندما حصلت الغيبة الكبرى الإمام مو كان مبسوط اليد يعني أيضا كانت السلطات الموجودة في ذلك الوقت هي سلطات طغيان وطاغوت والإمام يعيش حالة التقية فإذن ليس مبسوط اليد على الدولة نحن نؤمن بأنه الإمام كإمكانيات وكتعيين فهو الذي له حقيقة الحب حضية بسط اليد كانت لأمير المؤمنين في السنوات الخاصة بحكم المسلمين وبعض الأشهر للإمام الحسن عليه السلام كما يقال وإن لم يكن تماما ولكن بعد ذلك وإلى اليوم لا توجد بسطية للإمام حتى في فترة وجود الإمام الثاني عشر وبعد الإمام وغيبة الإمام طيب أليس هذا تأييدا للرأي الآخر بأن القضية لجب أن تكون مفصولة مفصولة فصل الدين عن السياسة باعتبار لم تطبق خوة تمرت مراحل الله لا يعبد يعني إلا أناس قلائل يعبدون الله على الأرض يعني نعزل مثلا الله تبارك وتعالى عن حياتنا لا تدار الأمور بهذا الشكل يعني أنت عندما عندك الله تبارك وتعالى جعل هناك اختيار والناس اختاروا في لحظات معينة دولة الباطل وبدأوا يساندونها وبدأ أصحاب الشرائع يعني الذين الله تبارك وتعالى أوكلهم أو أوكل إليهم الحكم بين الناس بالحق الإلهي أصبحوا منحصرين ويخشون القاتل والناس تتألب عليهم هل هذا يعني بأنه المنهج الطغيان الذي أقصى هو منهج صحيح لا تدار الأمور أو لا تفهم أصلا بهذا الشكل ما دمنا في وقت امتحان يعني لو تطبق هذه القضايا ونحن لا نعي بأنه أصلا حياة الدنيا جعلت لأجل أن يكشف أو يمحص الله تبارك وتعالى سرائر وقلوب العباد في هذه الحالة تكون العملية واضحة يعني نفس الآية اللي مدخل الآن للإمامة إذا رجعتم إليها تجد التوصيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض لأنها انتهت لا يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني إذن يوجد احتمال لأن تتولونهم ويقول بعد ذلك وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعني يلجون إليهم يحاولون أن يرتبوا الموضوع إذا حصل أمر معين فإنهم يقولون إنهم معهم إذن توجد عندنا هذه التحذيرات من الله تبارك وتعالى هي رسم للطريق أما اختيار أن تكون مع الله أو تكون مع الشيطان هذا الأمر تركه الله للناس ولا بد أن نعي أنه تمر مراحل ومراحل يكون فيها الناس مستكلبين على أهل الحق يعني يصلون مرحلة إلى أنه يعيش الإمام ظرف التقية إذن عودا إلى بدء يعني إذا عدنا إلى أصل المسألة أنه الإمام في لحظة في الغيبة كان يعيش حالة التقية أصلا وليس مبسوطة ليد طيب فعندما يواجه العلماء الفقهاء رجالات الشيعة الأوائل اللي عاشوا بذاك الظرف لابد أن يتساءلوا أنه كيف تدار الأمور وكيف تمضي الحياة الدينية والسلوكية بين الناس إذا الإمام يغيب في هذه الحالة حصلت عندنا مناهج من ضمن هذه المناهج أنه أنت أصلا كان الإمام يعيش حالة التقية فأصلا هناك فصل يعني الإمام في ظرف التقية عندما نقول تقية هو لا ينفذ الحدود بنفسه يعني لا ليس عنده مثلا كما عند عند الدول الآن أنه سلطة تشريعية وتنفيذية صحيح وينفذ غير موجود فإذا العملية في قضية فصل الدين عن الدولة عندما تطرح باعتبارها هل هي الأساس أو الذي يجب أن يكون عليه الأمر حتى ظهور الإمام الذي يدمج بين الدين والسياسة والدولة أم لا لابد أنه يحصل الدمج حتى مع غيبة الإمام هذه مباحث ونقاشات طرحت المشكلة في الطرح الذي يدعي بأنه الإمامة لأهل البيت يعني للأئمة الذين نصبهم الله ليست سياسية أنه يحاول أن يسقط هذه الأدبيات أدبيات فصل الدين عن الدولة على المعصومين مو يقول بأنه إحنا لابد أن نفصل مثلا الدين عن الدولة لغيبة المعصوم لأنه إذا قلت أنت تريد أن تفصلها لغيبة المعصوم يعني أنت تؤمن بأنه مع المعصوم لا يمكن أن يكون هذا الفصل صحيح المشكلة الآن مثلا بعض اللي نقول عليهم يعني بعض المفكرين بعض المثقفين من الشيعة الذين يقدمون أنفسهم يعني كباحثين في هذا الجانب يحاولون أن يقولوا بأنه الإمامة ليست سياسية ويستدلوا عليها ليتركوا المجال إلى أنه ليس فقط هناك في عصر الغيبة هناك فصل للدين عن الدولة لا وإنما هي في الأصل الدين مفصل عن الدولة في الأصل لماذا؟ لأنهم يبدو يعني أو هكذا أستشعر أحيانا يبدو بأنه تجربة الإسلام السياسي كانت عنيفة عليهم والإسلام السياسي تعلمون بأنه دائما يعيد الأمور يعني يعيد مشروعيته من خلال بأنه أنا امتداد للمعصوم والمعصوم يدمج فالامتداد يجب أن يدمج فكأنما هؤلاء ردة الفعل وصلت عندهم إلى حال بأنه يريدون أن يقطعوا الطريق فيقولون لا أصلا حتى الإمام السلطة التي ليست سياسية وهذا مخالف لكل النصوص التي عندنا بل مخالف لقضية الغرض من الدين في الأصل لأنه إذا قلنا أن الدين الغرض منه إقامة العدل فلا بد أن يؤمن آليات إقامة العدل لا يمكن أن يقيم العدل والحكم بين الناس ويفرض على الناس أموال ويفرض ويفرض ثم بعد ذلك يأتي أحد ويقول بأنه السياسة منفصلة عن الدين في ممارسة المعصوم للإمام السلام عليكم أستاذ العديز سلام عليكم إستاذ العباس الله يحفظكم وeland السلام عليكم أبو علي بالنسبة بخصوص الإمامة أريد أن نعم نعم أريد أن أمضاء يطاقق موضوع الإمامة تك triple الله يسمعك الله يحفظك عنوى أن الإمام موك طيب الله انفاسكم طيب الله انفاسكم ابو علي الله يحفظكم بوركتم اعتقد انقطع الاتصال بوركتم الله يبارك بكم نعم سار عباس ان اعودوا اياكم الى قضية موضوع فصل الدين عن السياسة ماذا يحصل لو طبق هذا الامر فعلا قضية ان هناك تشريع اسلامي ممكن يتحقق العدل ولكن ترك الامور ادارة الدولة مع وجود المعصو ان كان بوجود او بعد هذا انكار للنعمة لانه هو الله تبارك وتعالى سار عباس لو مررنا بتاريخ الدين الالهي من بداية الخلقة منذ عدم و الى الان لا نجد ان حتى الرسل والانبياء تصدوا لقضية الحكم او كانوا حكام او كانوا قادم انك الرسول الاكرم احنا اقرب منها كيف ما تصدى لقضية الحكم اولا كي تتصدى لقضية الحكم فمعناها لا بد من وجود المطوعية من الناس لتحكم بشرط يعني يعني لا اخوان الناس يتحارب الرسل هو الرسول الله صلى الله عليه وآله باقي كان لحظات ويقتل يعني عندما بات امير المؤمنين في فراشه هذا المبيت في الفراش معناها الفراش مرسود يعني الفكرة في محاولة المحاصرة عالية الى الدرجة التي تصل العين فيها الى فراشه يعني في لحظة من اللحظات الفراش مراقب بانه لا يستطيع ان يغادر هذا المكان فمعناها واصل الى اعلى مستوى من المحاصرة والخنق ويريدون قتله فاذا انت لا تتحدث الان عن مقبولية عند الناس حتى تجي بعد ذلك تقول اطبق نعم لو قلت لماذا لا يطبق الحكم بمعاجز سماوية تفرض على الناس نقول سقط الابتلاء والامتخاب يعني هنا في هذه الحالة دخلنا في متغير هذا المتغير سيطيح بكل الحياة الدنيا يعني ستكون هناك نشأة اخرى انه انت لا تريد ان يكون هناك اختيار للناس فتفرض عليهم بالقوة فعندما نتحدث لا يوجد رسول ارسله الله تبارك وتعالى الا ليطاع باذن الله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله يعني الغرض من الارسال ان تطيعه طيب اذا عصومهم معاصي لله يعني معصية الرسول هي معصية لله فنحن لا نستطيع ان نتحدث بانه في الواقع التاريخي لم يحصل لانه الواقع التاريخي مبني على تمرد بشري ومحاولة الاستحواذ على السلطة وهذا الامر ديني ايضا يعني نبه اليه القرآن لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين هذا الخطاب للشيطان عندما قال لأقعدن لهم صراطك المستخدم يعني اراد الانظار لكي يقعد لهم الصراط المستخدم الله تبارك وتعالى هذه القصة قصها في قضية اتباع الخليفة ام لا واذ قلنا للملائكة ازجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابا واستكبر وكان من الكافرين وحصلت قضية ان ابليس يحاول ان يجد خط يناقض فيه او يقوض فيه المشروع الالهي المتمثل بالخلافة وهذه العملية ليست عملية يعني لنقول ممارسات جزئية من البشر اغلب البشر دائما يحاربون ويعادون اهل الحق لماذا؟ لان صاحب الحق وهذه النقطة مهمة لا يستطيع ان يحابي في الحق يعني لا يستطيع ان يجتذب الناس بالاموال فيطمع فيه اصحاب المال لا يمكن بانه يرعب الناس ويخوفهم طبعا كل الادبيات التي حاولت ان تثقل سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه المزاعم من انه كان صلى الله عليه وآله لنقول يرهب الناس ليدخلوا في الدين يستعمل السيف لدخول الناس في الدين هم حاولوا ان يجدوا لانفسهم مشروعية لسلوكياتهم التي سلكوها فيما ادعوهم المحاربات بمجرد ان استلموا السلطة صفوا كل خصومهم بهذه الطريقة بادعاء انهم ينشرون الاسلام ثم سبغوا السيرة بهذه الخرافات التي نسبوها الى رسول الله اذا لا يوجد عندنا ترهيب للناس حتى يدخلون ولا يوجد عندنا مطامع انه ينثرون اموال الله حتى المال اذا اراد ان يعطى لازم توجد قناة معينة مبررة لهذا الشيء فاذا من البداية كل اصحاب المطامع وهم يشكلون نسبة تعدو 30-40% من البشر اذا ما ردنا نقول اكثر اللي يأتونه الى العقيدة بس بداخلهم هو طمع يعني يريد ان يستحصل من خلال هذا الانتمام على مطامع لها علاقة بالمال والنفوذ الاخر اللي هو يخاف من سطوة السلطان هؤلاء ايضا مؤقل من فد 40-50% اللي هو دائما السلطان لانه لا يستطيع ان يرفض ولا يطيع لانه يعاقب وكان بعض الطواغيب تعلمون بانه كلمة واحدة ممكن نكتة تسمعها من احد تمسه ممكن ان تعدم فاذا في هذه الحالة نحن عندنا ترهيب عالي وترهيب فالناس تجتمع اضافة الى ما يرتبط بعد ذلك بالتجهيل والاعلام فلا يبقى عندنا احنا عندنا نسبة فوق الـ 95% الاغلبية العظمى الاغلبية العظمى هو هكذا تدار العملية فيهم والرسل والائمة لا بد ان يكونوا صرحاء واضحين لا يخفون شيء ولا يعني يرون الناس شيئا والواقع خلافا فلا بد ان يظهروا الحقائق كما هي ويظهروا او يقسموا الفيء او الاموال او الحقوق بالعدل كما هي فمن الذي يرغب فيهم لا يرغب فيهم احد الان اضرب لك مثال جدا بسيط الناس تعيشه الان الانسان النظيف في مؤسسات معينة مباشرة يحارب ويراد له ان يزاح باعتبار انه يقف امام المطامع لانه يقف امام المطامع فلا احد يريده وكأن الناس بسرعة هائلة كأنما مرض فيروس مباشرة تجعل من الفساد ولا تجعله قانون وتجعل اللي خالفه مشكلة يعني يستغرب كيف تخالف يعني بعض الناس الان يعتقدون بان ما ينهبونه من اموال هو في الحقيقة هو هذا الصحيح وهو هذا اللي الهم هو كيف اخذ هذا المنصب اشترى هذا المنصب بمبالغ فلا بد ان يستحصل هذه المبالغ من اين يستحصله يستحصله من هذا اللف والدوران على الاموال فاذا نحن لا نستطيع ان نتساءل ونقول لماذا لم يحكم الرسل لان الناس لا تريد ذلك يحبون العاجلة ضمن هذا الاعتبار لا نأطي ايضا المشروعية ونسلب عن المعصومين ونسلب عن الرسل بان الله انما ارسلهم ليقيموا العادل ويطبقوا ويجمعوا سلطة سياسية والسلطة التشريعية والتنفيذية والدينية وكل هذه السلطات بيدهم تكون لانهم يعرفون مراد الله باعتبار ان الذي يريد ان يطبق عدل الله فلا بده ان يكون عارفا بالله اذا ضمن هذا الاعتبار لا تصلح القضية وفيها اشارات وانتم ما اعتقدتكم الوقت نعم انتهى وقت البرنامج سيد العباس اليوم اللي كان لوقت قصير هناك مناسبة ان شاء الله نجح احد الحق ماذا يعني للجميع سر عباس علوها بشمري شكرا جزيلا الله يحفظكم ربي يحفظكم نستقيكم على خير الله يحفظكم والشكر لكم مشاهدين الكرام على متابعة ورزغة ملتقانا الأسبوع القادم بنفس المهعد في حلقة جديدة برنامج حياة المصطفين تقبل تحياتي وتحيات كادر عمل في مكتب النجف الأشرف السلام عليكم ورحمة الله طيب الأنفاق اشتركوا في القناة